بدأت اليوم وحتى الاثنين المقبل لجان تصويت المصريين بالخارج بالسفارات والقنصليات المصرية في تلقي بطاقة الاقتراع من ناخبين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبرسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء